هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العصومي الرئيس السيسي وحكومة وبرلمان وشعب مصر بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو قال العصومي إن ثورة الثلاثين من يونيو حفظت لمصر مكانتها العربية والدولية وأعادتها إلى مكانتها الطبيعية والتي تستحقها باعتبارها رمانة ميزان المنطقة أشهد العصومي بالإنجازات التي ترتبت على هذه الثورة الخالدة والتي أسهمت في بناء جمهورية مصرية جديدة ومرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المنشودة ومواجهة كافة التحديات أشار رئيس البرلمان العربي إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو أسهمت وبشكل كبير في إنقاذ مصر والمنطقة برمتها من الفوضى ومن الانهيار كما هنأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو بهذه المناسبة قام التحالف بضخي 625 مليون جنيه لإطلاق مبادرات اجتماعية جديدة ضمن وصل الخير ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس السيسي لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً وسعياً من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأطحى المبارك على أن تستمر خطة الحماية الاجتماعية وصل الخير 2 حتى نهاية عام 2022